السلام عليكم ورحمة الله رحب بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي واليوم رح نتحدث عن يونت التاسع واللي هو يتحدث عن المضارع التام المستمر المضارع التام المستمر هو عبارة عن ربط ما بين المضارع التام والمضارع المستمر يخلط لك بيناتهم ابنيانهم مثل ما عودتكم ننتقل على الملزمة ونشرح الزمن فاعل وهاف أو هاز بين فعل بي آي أنجي تكمله I work at school I have been working at school خليت الآي نزلت الهاف والبين والورك حطت لها آي أنجي لأن بلقاعدة قاعدة آي أنجي وتكمله حالة النفي فاعل زادا هاز أو هاز زادا نات زادا بين فعل بي آي أنجي تجيك الجملة I work at school ديقل لها I have not اختصارها هاونت وبين ووركين آي أنجي وتكملة الجملة إن شاء الله بالنسبة لحالة السؤال فراح نخلي هاز أو ها ببداية الجملة وراها فاعل وراها بين وراها فعل بي آي أنجي وتكملة خلينا الهاز لأن الفاعل مفرد شي بين ويكضرنا لها آي أنجي وتكملة هذه هي قاعدة الزمن نرجع للكتاب يقول هل نستخدم الزمن المظاهرة لكي توقف ما تتخدم الزمن المظاهرة لكي تتجه تباية الجملة لكي توقف انت ليش قاعدة تنفيز شي انت ليش قاعدة تنفيز شي انت ليش قاعدة تنفيز شي انت شنل تركض شوف من ظارح تمام ليش لأنه استمر وانته كان يعمل بشكل مجهد يعني متعب نفسه إذن الحدث كان بالماضي استمر للتعب وبعدين توقف كنت أتحدث لأماندا كنت أبحث عنك بعدين لقيتك توقفت عن هذا الشي وبالنسبة لكلمات هذا الزمن نستخدمهم به هذا الزمن وأيضا الاستخدامات المذكورة هنا ما عندنا شي مهم ركزل على الملاحظة يقول طبعا الإحداث المتكررة نستخدم زمن المضارع التام المستمر لأنه باستمرارية فتكون أكو تكرار مثلا عندناك يعني هي لاعبة كرة قدم جيدة جدا كرة سلة جيدة من كان عمرها ثماني سنين هي تلعب كرة التنس وأنا ذكرت لكم بأن السنز تجينه يزمن المضارع التام المستمر السنز والفور هذا نوع هم يستخدمين طيب بالنسبة هنا عندك مقارنة ما بين I am doing المضارع التام المضارع التام المستمر حتى تكون الصورة واحد المضارع المستمر حدث بدأ ولم ينتهي لا تسترطني I am working فأنا من أردت جاوبة هنا شراح أقول أقول I am in the middle of the working أنا في وسط الفعل طيب من أقول I have been working hard now I am going to leave a bar معناها شوف هو هنا قاعد لك منطيك المعنى قاعد لك activity has recently stopped حدث قد توقف معناها شراح أقول راح أقول I have been working but I have recently stopped ولكنني قد توقفت مؤخرا يعني راح أقل لي الجملة هذي but I have recently stopped يعني هاي الجملة معناها هذا هاي المقارنة مني قل لك قارن بين جملتين أما بالنسبة لي مني قل لك المضارع المستمر فاحنا قال لك عليها I am in the middle of doing of working أنا بوسط بوسط الفعل بوسط قيام ذلك الشيء